أكملت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بولاية القضارف عمليات إخلاء بل إجلاء طلاب الخلاوة وإعادتهم إلى مناطقهم ضمن حزمة الإجراءات الوقائية المتخذة لمجابهة جائحة كورونا ودعت الولاية الفوجة الأخيرة المكون من 16 طالبا ليصل العدد الكلي إلى أكثر من 2600 طالب تمت إعادتهم وقال عبدالوهاب إبراهيم عوض اللاطق الرسمي باسم حكومة ولاية القضارف إن العملية قد تمت بنجاح تام وتنسيق عالي بين الشركاء مشهيدا بالتعاون الكبير من قبل الشيوخ الخلاوة منظمة اليونسيف وأشدد في الوقت نفسه على اتباع الإرشادات الصحية للولاية من هذا المرض الحمد لله بتوفيقه قد وفقنا في إخلاء معظم ولاية القضارف واستقبلنا عدد من الولايات ومن المحليات نحن إذا حسبنا بالعدد نحن الآن من استقبال ومغادرة حوالي 2600 ونيف فمن عدد الطلاب فكان يتم استقبالهم في دار الشباب ونحن مع شراكات كذلك الشكر لإخواننا في اليونسيف وفي لجنة ديوان الزكاة وفي السياق قالت أن سامع اللوب الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة بولاية القضارف إن الهدفة الأساسية لمجلسها يركز على حماية الأطفال وتوفير وسائل نقل آمنة تجنبهم ما قد يتعرضون له من استغلال مع ظروف بل مع ظروف إغلاغ المعابر وأشهدت بروح التعاون التي وجدتها من قبل حكومة الولاية الحمد لله قد يكون هذا هو الفوج الأخير بالنسبة لنا متجه إلى ولايتي كوردفان والدارفور ترمي التنسيق عبر شبكة الـ FTR أو لم الشمل بالمجلس الغوم لرعاية الطفولة والتحية من هنا إلى إخوات العاملات الأمينات بالمجالس بولايات السودان المختلفة ولسيد الأمين العام أستاذ عثمان بشيبة لما استطعنا من خلاله أن نقوم بعملية كبيرة للتنسيق بإيصال كل طفل لأسرة ويمكن المهام الأساسية لمجلس رعاية الطفولة هي أن الحفاظ على الأطفال ويصالهم لم شملهم بأسرهم بحيث أنه ما يتعرضوا لأي إهمال أو عنف أو استقلال حقاصة مع إقلاق المعابر وعدم توفر وسائل للتوصل بين الولايات